السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت اليوم موضوعنا عن مقارنة بين سمارت تينجز هب و هوبيتات هب ورح نحكي كمان عن طريقة ربط سمارت تينجز على هوبيتات وشو فوائد هذا الربط لكن قبل ما نبدأ في هذا الموضوع في موضوع مهم عن جهاز سمارت تينجز سامسونج صرحت انها رح توسع شراكتها مع شركة ايو تيك ورح تسلم الشركة صناعة الهاردوير الخاص باجهزة سمارت تينجز في أوروبا لكن ما زالت الأمور غير واضحة بخصوص هذا الموضوع لكن الواضح لغاية الآن انه جهاز سمارت تينجز بدأ يفقد من الأسواق في أمريكا وسعر الجهاز ارتفع ثلاث أضعاف أما في أوروبا ما زال موجود على أمازون بالسعر القديم رابط الشراء طبعا رح يكون موجود في الأسفل وبخصوص شركة ايو تيك هي شركة عريقة ومعروفة في مجال هوم اوتوميشن لكن أسعارها مرتفعة ومن المتوقع ارتفاع سعر الجهاز بشكل بلحوظ بعد تصنيعه من قبل الشركة حبيت أحطكم بالصورة في هذا الموضوع نرجع لموضوعنا الآن فهذا الفيديو ممكن يساعدكم على الاختيار بين الجهازين أو الجهازين معا سمارت تينجز عنده العدد الأكبر من الأجهزة المتوافقة لكن بحتاج انترنت لكن يمكن تنفيذ نوعين من الأوتوميشن على سمارت تينجز بدون انترنت ضمن شروط معينة أول نوع بتم عن طريق تطبيق سمارت لايت ثاني نوع بتم عن طريق سمارت هوم مونيتور شروط التنفيذ طبعا بدون انترنت رح تكون كالتالي إن تكون الأجهز المرى تنفيذ الأوتوميشن عليها بدون انترنت موجودة في القائمة التالية رابط القائمة طبعا رح يكون موجود في الأسفل في زندوق الوصف وإن الأوتوميشن ما يشمل على أي من الأمور التالية Cloud to Cloud أو LAN أو Virtual Devices أو أي سيتنج بخص شروق وغروب الشمس بمعنى آخر لو دخلنا على IDE رح نشوف كلمة Local بجانب أي جهاز بتنطبق عليه الشروط من ناحية الداشبورد على Smart Things فهي مدفوعة ومن الأمثلة عليها Action Tiles و Sharp Tools هوبيتات بتميز بعملوا بدون انترنت وداشبورد مجاني شرحت هذا بالتفصيل في فيديوهات سابقة روابطها رح تكون موجودة في الأسفل الفرق بين التطبيقات تطبيق هوبيتات بسيط جدا بفيدنا فقط بالدخول على الداشبورد والتحكم بالأجهزة الموجودة على الداشبورد من داخل وخرج المنزل وتحديد الموقع واستلام التنبيهات أما الـ Automation يتم التعديل عليه فقط من داخل المنزل تطبيق Smart Things شامل أكثر من تطبيق هوبيتات يمكن التحكم من خلاله في كل شيء سواء Automation متابعة الأجهزة استلام التنبيهات تحديد الموقع حتى الـ History لأي جهاز ممكن انتابعه من خارج وداخل المنزل من أهم الميزات في التطبيق الخاص بـ Smart Things أنه بإمكاننا إضافة التطبيق على ساعات سامسونج وأبل والتحكم من خلال الساعة بكل أمور المنزل بالإضافة إلى التحكم الصوتي بالمنزل من خلال بيكسبي الموجودة على ساعات وأجهزة التلفاز من سامسونج الآن المقارنة من ناحية تنفيذ الـ Automation على الجهازين تنفيذ الـ Automation البسيط مثل شغل إضاءة إطفئ إضاءة مع بعض الشروط البسيطة على Smart Things أسهل بسبب سهولة التعامل مع التطبيق الـ Automation المعقد على هوبيتات أسهل بكثير من Smart Things المقارنة هون بين الـ Rule Machine والـ Web Core سهولة تتبع الأخطاء على هوبيتات أفضل وأدق من Smart Things طبعا لما نحكي عن الأخطاء نحكي عن أخطاءنا في عمل الـ Automation على سبيل المثال عملت Automation وما أشتغل شو كان السبب سهل أتبع هذا الموضوع على هوبيتات خلينا نأخذ مثال عن الفرق في السرعة بين الجهازين رح نعمل مقارنة الآن بين سرعة الجهازين بدون الربط بينهم الأجهزة جميعها من نفس النوع أول جهاز هو حساس حركة من أكارا مربوط على إضاءة من أيكية على هوبيتات ثاني حساس من أكارا نفس الشي مربوط على إضاءة من أيكية على Smart Things رح نشوف الفرق في السرعة الآن زي ما شفنا الفرق بسيط لصالح الهبيتات أجزاء من الثانية لكن المهم في الموضوع أن سرعة الهبيتات هذه رح نحصلها دائما أما Smart Things تتأثر بالإنترنت ممكن تتغير هاي السرعة إذا في عطل ما على سيرفر الشركة أو في صيانة على هذا السيرفر الآن رح نشوف الفرق في السرعة مع جهاز بيشتغل بدون إنترنت على Smart Things في كل الأجهزة الموجودة عندي انطقت الشروط فقط على إضاءة آيكيا وحساس فتح الأبواب من Sun Off والمالتي سنسور من Smart Things عشان تكون المقارنة عادلة رح نجرب حساس فتح الأبواب من Sun Off على Smart Things وعلى هوبيتات وإضاءة آيكيا نفس الطريقة اللي عملناها في السابق زي ما شفنا الفرق بسيط لكن لصالح Smart Things هاي المرة بهاي الحالة ما رح نتأثر بالأعطال وسرعة الإنترنت على Smart Things لأن الربط كان Local عن طريق تطبيق Smart Light والأجهزة انطبق عليها شروط العمل Local بدون إنترنت كتير بتجيني أسئلة منكم أي هما أفضل زي ما شفنا الموضوع يعتمد على الاحتياجات لخصت لكم أهم الفرقات بين الجهازين بالنسبة إلي شخصيا بفضل هوبيتات وSmart Things بكمل احتياجاتي ولهذا السبب ربط Smart Things على هوبيتات خلينا نشوف الطريقة فكرة ربط الجهازين مع بعض رح تكون كالتالي الربط رح يكون باتجاه واحد من Smart Things إلى هوبيتات العكس لا يمكن يعني الأجهزة الموجودة على Smart Things ممكن عكسها على هوبيتات لكن مع وجود الإنترنت هاي النقطة مهمة جدا يعني الأجهزة اللي رح نربطها على هوبيتات عن طريق Smart Things رح تحتاج الإنترنت باقي الـ Automation اللي بتم على الهبيتات من الهبيتات نفسه لا يحتاج الإنترنت لكن الـ Automation اللي رح يتم عن طريق Smart Things يحتاج الإنترنت الفكرة من الربط هي الاستفادة من المزايا اللي بقدمها الجهازين معا عشان نستفيد منها لأقصى حد الأفضل أنه يكون Smart Things أوروبي و هوبيتات أمريكي من ناحية تردد الزيواب بهاي الحالة أوروبا وأمريكا مفتوحة أمامنا لشراء الأجهزة اللي بتعمل على تردد الزيواب شرحنا موضوع التردد في فيديوهات سابقة روابطها رح تكون موجودة في الأسفل من ناحية الزيقبي Smart Things عنده عدد أكبر من الشركات المتوافقة على سبيل المثال أجهزة آيكيا الموجودة أمامنا أربع أجهزة من آيكيا غير متوافقة مع هوبيتات لكن متوافقة مع Smart Things وبالإضافة للموشن سنسور من سن أوف كمان متوافق مع Smart Things لكن غير متوافق مع الهوبيتات كيف رح نستفيد من هاي العملية Smart Things برسل جميع بياناته إلى هوبيتات لكن العكس غير صحيح فأي حركة بتصير على أي موشن بإمكان Smart Things أن يرسل هاي المعلومة إلى هوبيتات وهوبيتات يدخلها في الأوتوميشن أو على الداشبورت بهاي الحالة رح نستفيد من الأجهزة الموجودة لأقصى حد رح ناخد أمثلة عملية الآن على الموضوع حتوضح الصورة بشكل أفضل في هذا المثال استخدمت حساس آيكيا وهو مربوط على Smart Things وعكس حالته على هوبيتات فاشتغلت الإضاءة على Smart Things و هوبيتات معا في نفس الوقت الحساس عكس حالته فقط لكن غير متصل أبدا مع هوبيتات إضاءة آيكيا الأولى هي فقط المتصلة مع هوبيتات الأجهزة التي تعمل عن طريق الواي فاي مثل شلي الموضوع مختلف تماما يمكن ربطها على الجهازين في نفس الوقت وإدخالها على الأوتوميشن على كل الجهازين في هذا المثال حساس الأبواب مربوط على هوبيتات ومفتاح آيكيا مربوط على Smart Things الفرق Smart Things مع انترنت هوبيتات بدون انترنت وهذا أكثر جهاز مهم بالنسبة لي في موضوع أني أتحكم من خلال النظامين معا ربط الجهازين مع أن يتم عن طريق إضافة تطبيق هاب لينك على هوبيتات من قائمة التطبيقات أنا موجود عندي مسبقا فقط رح نفتح التطبيق ونضيف الـ IP address الخاص بجهاز Smart Things هيك انتهت الاعدادات على الهوبيتات خلينا نروح على Smart Things الخطوات على Smart Things كمان سهلة وبسيطة رح ندخل على IDE رح نضغط على Smart App عشان نضيف تطبيق اسمه Send Hub ونختار New Smart App بعدين From Code رح ناخد نسخة من الكود رابط الكود رح يكون موجود في الأسفل ونضيف هذا الكود على IDE وبعدها رح نضغط على Create أنا الكود موجود عندي من السابق رح أورجيكم إياك كيف رح يكون بعد الضغط على Create بعدها رح يكون عندنا بهذا الشكل رح نضغط على Publish for me وهيك الكود بيكون صار جاهز وبإمكاننا نضيف التطبيق على Smart Things آخر خطوة الدخول على تطبيق Smart Things بعدها على Smart App ومن هون رح نضيف التطبيق على Smart Things بعد ما نضيف التطبيق مباشرة رح نحط الـ IP الخاص بالهوبيتات واختيار الأجهزة اللي حابين نعكس حالتها على هوبيتات الأجهزة الممكن عكس حالتها ظاهرة إمامنا الآن أي جهاز رح نختاره رح يظهر فيه هوبيتات مع الـ Devices كأنه جهاز احنا ضفناه على هوبيتات بعدها بإمكاننا ندخله على أي Automation أو Dashboard موجودة عندنا وهاي هي طريقة ربط الجهازين معنا إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو أي شيء ذكرناه في الفيديو حابين نعمل عنه فيديو كامل خبروني في التعليقات Like and Subscribe السلام عليكم